بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس زي ما حضراتكم عارفين نهاردة حلقة نهاية الأسبوع وحلقة نهاية الأسبوع جاية ببشرة خير الحقيقة فوز منتخبنا الوطني على منتخب السودان بهدف مقابل لشيء حمد عبد المنعم الحقيقة أحرز هدف المباراة الوحيد وفاز منتخبنا الوطني ليصل إلى النقطة رقم 6 ليتأهل إلى دور 16 احنا ليه مبسوطين وليه فرحانين مبسوطين كلنا كمصريين وفرحانين الحقيقة لأنه هذه المباراة كانت بالنسبة لنا زي هي اللي هتخلينا نعرف هو ده مستوى فريقنا ولا لا هل يستطيع منتخب مصر الصعود إلى دور 16 وبعد كده يكمل لدور 8 ودور 4 والدور النهائي الحقيقة مباراة جيدة النهاردة ليست بالمباراة السيئة وليست بالمباراة الرائعة كالعادة يعني المستوى المتوسط اللي ماشي به منتخبنا الوطني أول مباراة كانت سيئة جدا خلينا ما نتكلمش عن أول مباراة الحقيقة المنتخب النجيري تاني مباراة كانت أفضل شوية النهاردة خلينا نعتبرها أفضل ولو سنة بسيطة جدا جدا نقدر نبني عليها خلال المرحلة اللي جاية لأن المرحلة اللي جاية مرحلة صعبة مرحلة خروج المغلوب دائما هتبقى هي المرحلة الأصعب تدائم من يوم السابت أو يوم الحد القادم لغاية يوم الأربع إن شاء الله هتبقى أي حد هيتغلب هيتطلع برا البطولة على طول أي حد هيتغلب أي منتخب يعني هيتغلب هيتطلع برا البطولة على طول وبالتالي هتبقى المباريات اللي جاية صعبة جدا 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 مش هنستحمل ان احنا نشوف فيها محمد صلاح مثلا اللي هو افضل لاعب في العالم من وجهة النظر وواحد من افضل اللاعبين او واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في العالم يكون بمستوى سيء او لا يظهر بمستوى جيد في المباريات القادمة يعني لو محمد لعب زي ما لعب النهاردة هيبقى عندنا مشكلة لانه زي ما حضراتكم شايفين النهاردة في ظل خط دفاع سهل ان انت تلعب عليه الحقيقة محمد كان بعيد جدا جدا عن مستوى محمد صلاح كان بعيد جدا جدا عن مستوى في هذه المباراة محمد مصطفى محمد يمكن اه ولكن بازل مجهود اكبر شوية واكتر شوية بالنسبة لعمر مرموش انا بحقيقة لغاية دلوقتي شايف ان عمر عنده افضل من كده مليون مرة مليون مرة على المستوى اللي احنا بتشوفه بلعب به مع شتوتجارد الحقيقة لا عنده افضل من كده مليون مرة مصطفى محمد الحقيقة كل الكرات اللي بتجيله بيعمل بيتصرف فيها بشكل او باخر محمد صلاح زي ما قلت لحضراتكم ولكن انا عندي ثقة كبيرة جدا في هؤلاء اللاعبين مش انا الواحدي كل الشعب المصري عارفين ان احنا اول ما هنخش في المراحل الحاسمة ان شاء الله منتخبنا يظهر بشكل اخر وبشكل مغير ثلاث ماتشات دول عملين نجيبها يمين ونجيبها شمال ونقول يا عم بطل تقليف وبطل بتاعه ولكن برضو مصمم كارلوس كيروش ان هو معرفش يعني ايه الفكرة في ان عبدالله السعيد يلعب ونجليفت انا مش فهمه يعني ما تلعب عايز لعب عبدالله السعيد ما عندناش لعب عبدالله السعيد ولكن لعبه في مكانه ما تلعبوش ونجليفت محدش هيستفيد ولا هو بيستفيد ولا احنا بنستفيد كمصريين بالعكس احنا دمنا بيتحرق يعني احنا دمنا بيتحرق انا معرفش ايه الفكرة في وجود عبدالله السعيد في الحتة اللي هو بيلعب فيها دي أنا مش عارف أسميها إيه مش عارف أسميها وينجليفت ولا هافليفت ولا مش عارف أسميها إيه الحقيقة إيه الفكرة في أنه هو يبقى موجود محدش عارف محدش عارف في العالم أو في مصر كلها غير كارلوس كيروش بس أنا أعتقد أن الجهاز المعاون اللي معاه مش عارفين أنه هو إيه فكرة أنه عبدالله يلعب في هذا المكان أنا الحقيقة الناس كلها عملا تقول حتى أنا قلت كده المطش اللي فات إن عبدالله يعني ما كانش كويس الماتش اللي فات هو مش مكانه أنا حقايم عبدالله السعيد إزاي وهو مش بيلعب في مكانه وده نفس الكلام اللي بنقوله دايما على اللعيب اللي ما بيلعبش مكانه أكسبنا واحد صفره وكسبنا وعملنا وبتاع لكن في النهاية يعني ما ينفعش كده يا جماعة ما ينفعش يعني الرجل الحقيقة يعني كارلوس كيروش زي ما بقول لحضراتكم بيحاول ما تفهمش يعني بيحاول إن هو عكن علينا أو هو فيه في دماغه حاجة ما هو أكيد فيه في دماغه حاجة أنا هاعتبر إن ده هو اللي بيحصل إن الراجل ده فيه في دماغه حاجة فخلاص يا عم إسلام يعني خلاص يا مصريين بقى هو فيه في دماغي حاجة وبكسب هقول إيه لكن عبدالله يلعب في المكان ده ليه من إيه لت الناس اللي بتلعب في المكان ده يعني ده زيزو نزل زي الفل ما كانش وحش كان كويس وبتقيق لزيزو نازل محبط لأنه ما لعبش من أول المباراة لأنه ده حقه بصراحة أنه يلعب من أول المباراة رمضان صبحي لعب رمضان صبحي في المكان ده أو لعب رمضان صبحي وينجليفت وحط أي حد جوه شوي حاجات الحقيقة غريبة جدا وأنا معرفش الحقيقة برضو بتحس إنه في الآخر برضو لما لوحد يجي يقعد يفكر مع نفسه كده ما هو ما فيش مدير فني عايز يخسر ما فيش مدير فني عايز يوصل مش عايز يوصل للمباراة النهائية وياخد بطولة تحسب ليه فأكيد هو عنده فكرة بس نفسي يعرف يشرح لنا الفكرة بتاعت عبدالله إيه مش إن عبدالله يلعب يلعب عبدالله واحد من أجمد اللعيبة اللي دايما بنتكلم فيها لكن يعني ما بيلعبش وينجليفت والله ما بيلعب وحيات ربنا ما بيلعب وينجليفت والله العظيم تلاتة ما بيلعب ناحت الشمال عبدالله بيلعب في العمق كده ورقم عشرة يعني ممكن تلعبه في أي حتة غير الحتة دي طب لعبه من جرائط يا اخ يعني جرب